بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم قبس من أدب في هذا البرنامج الذي صحبناكم فيه على مدى الحلقات الماضية متنقلين فيه حسب الأزمنة والأمكنة متنقلين فيه مع بحور الشعر المختلفة وأغراضه المتنوعة ومع أعلامه الفائقين البارعين الذين خلدوا أسماءهم في التاريخ على مدى القرون الطوال نتحدث في هذا البرنامج عن شعراء العربية المسلمين باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ونحاول أن نسلط الضوء على بعض إنجازاتهم وبعض قصائدهم في كل حلقة نجزم ونعلم جازمين أن الحلقة الواحدة قد لا تكون كافية بحق شاعر كبير جدا كالشعراء الذين نتكلم عنهم في كل حلقة بعض الشعراء قد يأخذ حلقتين أو أكثر والبعض الآخر نحاول قدر الإمكان أن نكتفي بحلقة واحدة وبلا شك أن الحلقة ليست كافية بهذه المدة القصيرة ولكننا نريد أن نقدم مادة للمشاهد الكريم بأن يتعرف على الشاعر بشكل عام ويستمع إلى شعره فإذا أعجبه فله أن يبحث في بطون الكتب ويخرج أشعاره الأخرى لذلك نحاول في هذا البرنامج أن نقتبس من اسمه قبس من أدب أن نقتبس الجذوة من هذه الأضواء النيرة في سمائنا العربية الإسلامية ونقتبس شاعرا ونقتبس منه ونحاول قدر الإمكان المرورة على أعم التفاصيل وأهمها في حياته شاعرنا لهذه الحلقة هو شاعر أندلسي أيضا ولكننا بعد الفاصل سوف نواصل بإذن الله أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقتنا لهذا اليوم قبس من أدب شاعرنا شاعر أندلسي قصيدته هي إحدى أشهر قصائد الأندلس على الإطلاق لملا وهو القائل لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان نعم أعزائي المشاهدين فشاعرنا هو أبو البقاء الرندي وأبو البقاء الرندي اسمه صالح بن يزيد الرندي وهو من أهل مدينة رندة في الأندلس وهي مدينة جميلة جدا ويعني ما زالت تحمل هذا الاسم في إسبانيا رندا وهي يعني ريفية ورائعة ويعني مدينة جميلة بحق وهذه المدينة التي اكتنفت حياة شاعرنا أبو البقاء معظمها تقريبا ثم ذهب واتصل ببني نصر حكام غرناطة من بني الأحمر وعاش معهم ومدحهم وقال فيهم الشعر ونال من جوائزهم ولكن أبو البقاء الرندي يعتبر علامة فارقة في الشعر العربي لأنه جدد في غرض من أغراض الشعر وعندما نتحدث أعزاء المشاهدين عن أغراض الشعر فهناك أغراض تقليدية على سبيل المثال شعر المديح وقد كان شعر المديح معروفا ومشهورا وقد بقي معنا منذ العصر الجاهلي حتى عصرنا الحالي وشعر المديح يكون الغرض منه هو مدح ملك أو أمير أو رجل صاحب أموال وصاحب كرم وكان يثيب الشاعر المادح فيعطيه شيئا من المكافأة وأما الغرض الثاني المعروف بين العرب أيضا فهو غرض الهجاء والهجاء هو شعر السباب وشعر المنافسة وشعر الحط من قدر الشاعر الآخر والحط من قدر عشيرته والفخر بعشيرة الشاعر الأول فيكون غالبا شعرا بين شاعرين الغاية منه أن يثبت أحد منهما أنه أكرم أهلا وأشرف لفظا وأقوى شعرا من الشاعر الآخر فإذن المديح والهجاء من أغراض الشعر التقليدية المعروفة وأيضا من الأغراض المعروفة التي استمرت طيلة هذه الأزمان شعر الفخر وهو عندما يقول الشاعر ويفتخر بنفسه وبقومه وبعشيرته وبفعله وأحيانا شعراء الصحابة يفتخرون بالإسلام مثلا دون التعرض إلى الآخر والحط من قدره وهنا تكون القصيدة قصيدة فخر وأشهر قصائد الفخر هي قصيدة أو معلقة عمر بن كلثوم التي يقول فيها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندلين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ملماء خالطها سخينة إلى أن يقول إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين فهو يفتخر بقومه وبعشيرته وبفعله فإذا من الأغراض التقليدية المديح والهجاء والفخر وأيضا الغزل الذي امتد طيلة أزمنة الشعر ولا يزال والغزل أو شعر الحب والنسيب والتشبيب وغيرها من المصطلحات التي تدل على معنى واحد وهو الحب والتعبير عنه وقد يكون بصور مختلفة فهناك الحب العذري العفيف والحب الفاحش وغير ذلك وكل هذا ورد بالشعر فهذه هي الأغراض ومن الأغراض أيضا التي امتدت طيلة أزمنة الشعر غرض الرتاء وهو مدح المتوفى أو الميت بما فيه وبأفعاله وأمجاده وهي غالبا ما تكون أصدق القصائد وأحرها وأكثرها حرارة وحزنة ولكن من الأغراض التي ربما ابتكرها أبو البقاء الرندي هو تطوير على شعر الرتاء فالرتاء قبل أبو البقاء الرندي على حد علمي كان عبارة عن رتاء شخص لشخص متوفى أما أبو البقاء الرندي فقد رثى الأندلس بعد ضياعها رثى دولة بعد سقوطها وسقوط الإسلام فيها يقول في هذه القصيدة ونقرأ بعض أبياتها لنختم عندها يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدهار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان حتى المحارب تبكي وهي جامدة حتى المنابر تبكي وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان نعم أعزائي المشاهدين هكذا كان بكاء أبي البقاء الرندي على سقوط الأندلس بهذه القصيدة الخالدة وهي أطول من هذا بكثير ولكننا حاولنا الوقوف على ختام بكائياته في الأندلس وعند هذه النقطة أعزائي المشاهدين نختم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة جديدة والسلام ختام